أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في هذا الفيديو سأخبركم عن تجربة الشخصية كيف خسرت الوزن 10 كيلو خلال شهر ونص طبعا أول شي انا كان وزنة 92 بطول 168 يعني كان عندي وزن زائد أو سمنة فبالتالي هذه السمنة تؤدي لأمراض كثيرة وطبعا معروفة مثل أمراض القلب وما شابه واجلطات وكمان السبب الأهم كان من نسبة لي هو آلام عضلات الساق عضلات الفخذين والإضافة للآلام في كعب القدم من بعدها قررت أني أنا بلش ساوي دايت وكانت هاي أول مرة بحياتي بساويها طبعا شفت دايت الكيتو وبلشت فيها طبعا أنا خلال الحميتي هاي بهال يعني شهر ونص من البداية ارتكبت بعض الأخطاء اللي كنت ما بعرف عنها وأيضا عانيت من مشكلة ثبات الوزن طبعا أحكيكم بالتفصيل شو صار معي وكيف كانت الحلول لمعالجة كل هاي الأمور وكيف انتقلت منها طبعا هاي المعلومات هي بتفيدك إذا أنت ناوي أنك أنت تخسر الوزن بالأخص مثل حكايتي يعني الدهون أو اللي موجودة بمنطقة البطن فأنا كنت بعاني منها هاي أكتر شيء طبعا الحمد لله خسارة عشرة كيلو خلال يعني شهر ونص هي يعني عملية مثالية أو جيدة أنا راضي عنها بالتالي حبيت شارك هاي المعلومات وكيف اشتغلت لأنه الكيتو بحد ذاته ما كان نافع بالنسبة لي طبعا أنا عم بحكي عن تجربة الشخصية الكيتو بحد ذاته لحاله ما نوع نافع وأيضا الكيتو إلو يعني خلينا نقول إلو نوعين كيتو كلاسيك وكيتو أيضا فلكسبل يعني فأنت بدك تختار وتعرف شو بلش وشو الهدف تبعا ففي بعض الناس بتحب انه هي تنزل عسبين مثال نزول بالوزن بطيء مثلا خلال نقول خلال كيلو كيلو خلال اسبوع كيلو واحد مثلا وبكون هو يعني بالمقابل عبياكل حلويات الكيتو وألخ بينما الناس بتحب النتائج السريعة عسبين مثال إنه خسارة مثلا الكرش أو دهون البطن بسرعة خلال مثلا شهر أو شهرين بحيث إنه الواحد يخف وزنه ويصير طبعا صحي أكثر طبعا أنا بدأت بالكيتو وخلال الأسبوع الأول كان في عندي خسارة كبيرة للوزن طبعا هاي الخسارة كانت هي عبارة تقريبا من 3 إلى 4 كيلو وهاي الخسارة كانت هي ماء طبعا أنت بتعرف هذا الشي قبل ما تبلش إنه أنت أول أسبوع رح تنزل تقريبا 3 أو 4 كيلو هدول هني ماء فيعني ما في فرحة فيهن فالموضوع بسيط بالتالي بعدها أنا تقريبا خلال أسبوع نزلت بحدود الكليين طبعا هدول الكليين كمان كان كتير جيد وكنت موصود فيهن طبعا كنت أنا هون عبساوي ما بعرف إنه في كيتو كلاسيك وكيتو فلكسبل يعني ماشي أنا بس كيتو فبالتالي من بعدها صار عندي مشكلة ثبات الوزن وطبعا تقريبا على وزن 85 ثبتت تقريبا لمدة ثلاثة أسعبية طبعا هذا الشي كان محبط كتير وكان يعني أنا وسط لمرحلة إنه خلاص أنا بدي أترك الحمية وما عبدي ساوي دايت لأنه ما في شي نافع يعني أو هاي دايت بالأخص ما أنا نافعتني طبعا قبل ما أخذ هذه الخطوة وأنا أترك ديتو طبعا يعني بحست على الموضيع بشكل طويل ومعمق فبالتالي كان الحل إنه هو يكون معه صيام المتقطع وفعلا بلشت بالصيام المتقطع بدأت تدرب نفسي يعني أول شي صرت تجاوز أو تخلى عن وجبة العشاء فبالبداية بدأت يعني تقريبا ١٢ ساعة صيام يعني من بعد ما أنت تاكل وجبتك خنا نقول أخيرة الغداء الساعة ٥ عسبيني المثال فبتضلك لوجبة الفطور بدون ما تاكل أي شي فبالتالي هون الصيام المتقطع كان هو الحل لكسر مشكلة الثبات الوزن بالنسبة لي طبعا وبدأ وزني يرجع يعود من جديد طبعا كل ما بترفع فترة الصيام المتقطع كل ما بصير يعني الحرق عندك أكتر وجسمك ببلش يحرق من الدهون الداخلية وليس من الدهون اللي أنت عم تاخده من الطعام فكان بعد ثبات الوزن تقريبا عندي يعني على وزن ٨٥ لمدة تقريبا ٣ أسابيع من خلال الصيام المتقطع أنا قدرت أني أرجع أنزل وينزل وزني أكتر طبعا كان وزني عم يتراوح دائما بهاي الفترة اللي ثبت فيها وزني عند نقطة ثبات هاي بين ٨٥ و ٨٦ و ٨٦ ورجع كمان وزني صار ينزل بعد الصيام المتقطع صيام المتقطع كان يعني يبلش فيه مثل مخبركم ١٢ ساعة وصورت زيده بالتدريج لو وصلت ١٦ ساعة تقريبا يوميا يعني عندي على الأقل ٦٦ ساعة صيام متقطع طبعا بالإضافة لذلك كنت ساوي يعني خلال يوم بالأسبوع ساوي صيام لمدة ٢٤ ساعة طبعا إذا نحن راح نحكي بفيديوهات قادمة كيف الواحد يقدر يصلون صيام المتقطع شو هو الكيتو بتفاصيله وشلون يعني تمت يعني أنا تم عندي كسر هاي حالة ثبات الوزن وبالتالي أنا مع الصيام المتقطع صرت انتزال والنقطة الثالثة كمان لحتى انت تضمن انك انت بدك تحرق الدهون من داخل الداخلية يعني من داخل جسمك وليس أيضا كمان ما تحرق العضل تحرق من الدهون يعني داخلية بجسمك انه أيضا لعب الرياضة فكانت تجربتي انه الكيتو كلاسيك زائد الصيام المتقطع والإضافة لرياضة كمان الرياضة أنا مشيت فيها بنفس مبدأ الصيام المتقطع طبعا كان من زمان من سنين أنا ملعبان رياضة فبالتالي بدأت بالرياضة بشكل بسيط أول شيء مشيت تقريبا بحدود الربع ساعة مشي عادي طبيعي ما في أكتر شيء من ربع ساعة لنص ساعة أول كوم يوم بعدين صرت أرفع هذا المشي وصله للساعة بعدين وصلته للساعة أو ربع طبعا هذا المشي صرت أنا بعدين صعده نفسه المشي ولكن روح باتجاه يعني جبل طلعه فبالتالي محتاج جهد أكتر ومن ثم نزله فيعني يكون عندي نص صعب ونص سهل نص ساعة مشي صعب نص ساعة مشي سهل فبالتالي أيضا ليش المهم جدا الرياضة مع الصيام المتقطع مع الكيتو حتى الجسم يبدأ يحرق أكتر ويكون وقت ما يكون هو صايم وطبعا يكون الإنسان داخل بالحالة الكيتونية فبالتالي بيصير الصيام بيضمن لك أنه أنت لا يوجد أي طعام داخل جسمك ما في أي طعام أنت عب تصرفه وبالتالي أنت كمان أيضا داخل بالحالة الكيتونية طبعا هاي نمور رح أرجع أحكي عنا إن شاء الله بفيديوهات تانية فالرياضة هون بتعطيك نتائج لأنه هي الرياضة حتى لو كانت قليلة بتحرك الجسم وبتحرق فهذا الحرق بيصير من الدهون الداخلية بجسمك وليس من الدهون اللي أنت اعتاخدها عن طريق الطعام والحمد لله مثل ما خبرتون خلال أنا هاي الشهر ونصف تقريما فكنت نازل 10 كيلو وما زلت مستمر بنزول يعني بالوزن وما زلت مستمر أيضا بحمية الكيتو مع الصيام المتقطع وأيضا مع الرياضة الشي اللي بدي أحكيه وتجربتي بكل بساطة رؤوس أقلام يعني بدون ما أتعمق بتفاصيل هي أول شي إنك أنت تساوي كيتو كلاسيك التاني شي الصيام المتقطع وتالت شي رياضة هذا أفضل حل أنا كان بتجربتي الشخصية وأيضا هو الحل لأنك أنت بعد ما تنزل الخمسة كيلو اللي هني مي تبلش تنزل عن جد بالدهون وتحرق الدهون فهني هدول ثلاث هذا خلينا نقول هو مثلث فاله ثلاث أضلاع لازم يكونوا سوا الرياضة الصيام المتقطع وأيضا الكيتو بهاي ثلاثة سوا إن شاء الله يعني بتنزل بوزنك وتكون خسارة سريعة وطبعا أنا بفيديوهات قادمة رح أحكي عن كيتو بتفاصيله رح أحكي عن صيام المتقطع بتفاصيله وأيضا رح أحكي عن الرياضة مع صيام المتقطع ومع الكيتو بتمنى هاي التجربة البسيطة الشخصية اللي اتفيدك وأيضا تعطيك من البداية أنت قبل ما تبلش تكون عارف أنت عشو يعني ماشي ما تفتكر أنه فقط الكيتو هو رح يفيدك بدون على سبيل المثال رياضة أو بدون صيام المتقطع طبعا أنا عم بحكي عن الإنسان العادي طبيعي يلي ما عنده مشاكل أو أمراض أخرى يعني طبعا في ناس عنده أمراض أخرى هذا الحكي ما بيتطبق عليهم يعني عم نحكي عن الإنسان يلي ما عنده أمراض وصحي وإن شاء الله هذا الفيديو يكون فيه فائدة وعطيتك بشكل مباشر وسريع ومرخص رؤوس الأقلام كيف يعني كانت أنا تجربتي وكيف الحمد لله نجحت من أني أنزل عشرة كيلو خلال شهر ومص بتمنى لكم الفائدة بتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله من التقي على فيديوهات قادمة إن شاء الله باي باي